الوضع في غزة مزره إلى أبعد الحدود ونعاوز أقول للجميع هذا الوقت لا لنقف إلى جهة معينة لإدانة الجهة الأخرى ولا هذا الوقت للتحليل السياسي والتحليل النبوي وهون طبعا حديثة للمسيحيين كتير مرات لما نشوف أحداث مثل هذه الأحداث للأسف الشديد الكل أقول لك أحنا بآخر الأيام هذا الأمر لا إلك ولا إلي لأنه ولا واحد بيعرف الساعة واللي بقول لك بيعرف الساعة هذا مضل وكاذب أيضا إذا الرب يسوع في وجوده على الأرض قال هذه العبارة حتى الإبن يعني حدد أعطى لنفسه محدودية أن لا يعطي التوقيت عن مجيء الثاني نعم في علامات وفي أمور بتتوضح والعارفين والروحيين يستطيعون أن يميزوا الأزمنة والأوقات ولكن الأزمنة والأوقات ممكن تعيد نفسها إمبارح اليوم بكرة أو يمكن كمان خمسين سنة فأصبحنا أنبياء وكل واحد يحلل بحسب مزاجه والتفسير أحبائي التي كثرت ليس فقط من المسيحيين ولكن للأسف بعض شيوخ الإسلام استخدموا بعض الأقوال مثلا من نتنياهو مثل موضوع إشعياء 19 ارجع للحلقة في الأسبوع الماضي أو يعني عمليق اللي انتهى الموضوع من آلاف السنين أنا كلم اليوم المفروض أحكي عن هذا الموضوع ولكن مش كل واحد بيطلع بيحلل على مزاجه وأنه يفسر بطريقته وبيقتبس أنصاف الآيات وأنصاف الحقائق حتى يثير الفتنة ويثير الجدل وطبعا في كتير من المؤمنين اللي بيردوا على هذه الموضوعات وبنعمة الله سنرد ولكن مش كردة فعل لما يحدث في هذا اليوم أنا بفضل أنه الوقت يتخصص لمجد الرب لتحذير الناس من الدينونة وفي نفس الوقت لرجوعك إلى الرب والإيمان بشخص المسيح أحبائي الله هو الذي يعرف كمية الناس اللي اتقتلت من المدنيين في غزي الكل مزنب على فكرة الكل مزنب في هذا الموضوع فالموضوع ليس للإدانة ولا للشماتة ولا للتحليل النبوي لأنه لاحظت على الفيسبوك للأسف بيأخذوا بعض النبوات اللي كانت قديما وتمت قديما بحاولوا يصبوها أو يحكوا عنها كأنها ملتزمة في هذا الوقت إذا شيء صمت عنه الكتاب المقدس فلنصمت نحن أيضا أنا مش عاوز يعني أفهم فكر الرب لأنه فكر الرب هو أفكاري ليست أفكاركم ولا طرق ولا طرق الرب هي طرقنا لأن من عرف فكر الرب أو صار مشيرا له الله أكبر أعظم من إنه شوية الطراب الموجودة في هالموخ إنه نقعد نحلل ونبني ونرسم ونخطط على كيفنا اشتركوا في القناة